أفريقيا يا أهلي أفريقيا يا أهلي حيظل هو الهتاف على مدار الـ 24 ساعة اللي جاية يعني عشنا لحظات شفناها قدامنا فعلا حسينا بالاشتياق للأميرة الأفريقية اللي غابت كتير قوي وأصبح خلاص ما فيش مفر نحن إن شاء الله نعود للتتويج بيها عشان كده هناخدكم لأجواء مباراة النجم نستعرض سريعا الإحصائيات الخاصة بالمباراة عشان نبني من خلالها محتاجين نشوف الأهل إزاي في مباراة الهلال وحنقف وقفة مهمة جدا عند الهلال فنيا وخططيا زي ما انتم منتظريننا نتكلم بشكل كبير عن الهلال نروح لإحصائيات مباراة النجم يا أحمد إحصائيات مباراة النجم طبعا المباراة انتهت 1-0 وكان طبعا الفوز مهم جدا لأن هو ده اللي بيبقى على فرصنا في المجموعة ركنيات كانت 6 للنادي الأهلي 4 ركنيات للنجم الاستحواز انت بتواجه فريق قوي وقدم مباراة الحقيقة جيدة جدا أمام النادي الأهلي في ملعب السلام النادي الأهلي 51% مقابل 49% استحواز لفريق النجم ودي نقطة لازم نتكلم في سكة أن بعض اللاعبين في بداية مباراة النادي الأهلي كانت القرى بالنسبة لهم كان فيه أخطاء تمرير كتير وكان فيه كمان رهبة تقريبا من وجود الجماهير عندنا 426 تمريرة فقط لغير مقابل 412 للنجم 75% دقة التمريرات مقابل 72% للنجم 16 عرضية من النادي الأهلي مقابل 8 المحاولات كان شيء صعب جدا أن تطلع المحاولات بالتساوي بين النادي الأهلي في ملعبه مع فريق النجم واللي الحقيقة كان له ثلاث فرص خطيرة جدا لو لا تقلق محمد الشناوي وتعامل معهم ببراعة يحصد عليها المحاولات الصحيحة على المرمى كانت 4 للنادي الأهلي مقابل 5 محاولات صحيحة للنجم الصحيلي وده اللي احنا قلناه تعامل محمد الشناوي مع القراط دي كان بشكل مميز جدا ونتمنى سباة مستوى محمد الشناوي تحديدا داخل اختبار صعب جدا فأجواء صعبة جدا بكرة إن شاء الله محمد الشناوي بيقدم موسم كويس جدا وجايد جدا نتمنى الاستمرارية إن شاء الله لكن كان مهم جدا نتكلم في نقطة أنا لاحظتها في مبارات الأهلي والنجم تحديدا أول تلت ساعة معظم لعب النادي الأهلي مش وقفين على الرجلون في الملعب أكيد في ضغوط كبيرة جدا أنه انت بتلعب على فرصة واحدة فرصة الفوز أو التعادل اللي بقى أنت مطلب تكسب الهالي في السودان فكانت مباراة صعبة جدا على عكس النجم الساحلي اللي جاي لك بلعب بأريحية تمة وتقريبا جاي بلعب مباراة بدون أي ضغوط سواء اتعادل خلاص أكد صعوده إن هزم عنده مباراة سهلة بلتانيوم في تونس فكانت مباراة فيها ضغوط عصبية كبيرة جدا على النالي الأهلي ولازم نتكلم في نقطة إن الجماهير بتغيب في مبارات الدوري بترجع في مبارات أفريقيا بحيث إن اللعيبة على ما بتدخل الأجواء بتاخد وقت وده ما حصلش غير بعد ما جبنا الجون الأول بسسناء جون الأرجية فارس اللي تحديدا كان وقف على رجله بشكل ممتاز جدا كان بيقدر يستلم تحت الضغط كان بيقدر ينقل النادي الأهلي ومحطكت كبيرة للنادي الأهلي في الشوت الأول والهدف اللي جابه جون الأرجية كان تأكيد لمجهوده اللي بازله خلال أول مصر ساعة من بعد كده بدأنا نشوف العيب النادي الأهلي وبدأنا نشوف إن القرى في رجلنا الأمر جاء في آخر عشر داقة أو ربع ساعة قد طبيعة الحال أنت بتحاول تأمن الفوز لأنه فوز صعب جدا وفرصة واحدة اللي بتلعب عليها فكانت مباراة عصيبة جدا 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 الأداء ما كانش مرضي لجمهيري النادي الأهلي لكن النتيجة كانت مهمة جدا وبعض المباريات لازم نتقبل الشكل ده بعض المباريات نتقبل الشكل ده بس حابب آف عند حاجة مهمة النادي الأهلي في مباراته مع النجم في تونس كان أفضل بمراحل فنيا وعلى مستوى الاستحواز وعلى مستوى دقة التمرير من مبارات القاهرة إذن يا أحمد عندي اختلاف في حتة إن قد تكون رقبة الجماهيري أنت بتلعب أول مرة أنت مش مضغوط زي بتلعب على الفرصة تقريبا شبه الأخيرة فدي ضغوط ضغوط المجموعة بالضبط أنا بكلم في كده أنا معاك بقى هنا جدا أما فكرة الجماهير إحنا مش حابين نشوف إن إحنا كل ما بنلعب قدام جمهور لعبتنا بتاخد وقت عشان تدخل في المباراة أتمنى إن ده ما يكونش سبب لأن أتمنى ده ما يكونش سبب فعلا لأن لعبي النادي الأهلي مفترض في مباراة زي دي أنت كنت تبدأ ضاغط وده للأسف ما حصلش وتبدأ من بداية المباراة زي ما كتير جدا مستر منوي الجزيل اللي بقى دايما عند نصايحه كان دايما لعبي النادي الأهلي اللي اتمرانه مع مستر منوي يقول في المباراة الصعبة اللي زي دي أنت محتاج تعمل محاولة أو محاولتين مع بداية المباراة لشان تدي إحاء للفريق المنافس إن أنت مصمم على إن أنت تحقق هدفك من المباراة وقفنا عند بعض الحاجات حتى في الالتحامات يا فارس بداية المباراة دايما أي التحام أرضي كلام سوائي أو هوائي لازم تبقى داخل بالزبط مدي انتباع أنت المنشدة أنا داخل أكسب المباراة تقريبا ده ما شفنوش أول ساعة وإن كان فيه محاولة لحسين الشحات قبل هدف جونير أجيه ومحاولة الرمي ربيعة اتشالت برضو من على خط المرمى حتى الهدف اللي دخل كان فيه محاولة برضو من حسين الشحات لكن ردت الأجيه أجالة التعامل معها جدا كانت نص ساعة مش هي البدال أمسل للنادي الأهلي تركيز أجيه في إنهاء الهجمة ودور أليو ديانج المهم جدا رغم أن بعض الجمهور شاف أن ديانج في بعض الكرات ما كانش بالتركيز المطلوب وعلى فكرة ده حقيقي ولكن المجهود البدني اللي عملوا اللاعب في المباراة دي لا يمكن أن نتخيل أن احنا كنا ممكن نتجاوز المباراة لو أليو ديانج ما كانش عامل مجهود ده نستعرض الأول أرقام أجيه في المباراة وبعد كده نروح لديانج ليه هدف وثلاث مراوغات منهم مراوغة ناجحة فقد الكرة سبعة وللأسف يعيب أجيه معدل فقد الكرة الالتحامات الأرضية ستة لإحداشر الالتحامات الهوائية خد التحام من اتنين لمس الكرة خمسة واربعين مرة عرضية صحيحة واحدة وإقتلية صحيحة أرقام أجيه بتتمثل في إن دي رقميا مش أفضل أرقام ولكن الحالة الفنية اللي كان عليها أغلب اللاعبين خلت أجيه تركيزه كان مهم في اللقطة اللي سجل منها الهدف وبرضو خلينا نتكلم إن أجيه الشوط الأول كان فارق عن أجيه نفسه الشوط التاني حقيقة فممكن الأرقام دي اختلفت شوية الشوط التاني لو كان كمل عن نفسه مستوى الشوط الأول كان ممكن يكون أجيه هو أحد طبعا نجوم الوراء بالفعل مساواتا مع محمد الشناوي وقاليو ديانج اللي الحقيقة عمل حاجات المرادة كانت غيبة عنه فكرة سرعة الارتداد كان فيه فرصة خطيرة جدا تقريبا كاتركنية للنادي الأهلي ارتدت اتنين على محمد هاني فتح سبرينت أليو ديانج بشكل غير طبيعي قدر يقطع القرى قبل ما توصل منطقة جزاء النادي الأهلي وأكيد كان بيمنع خطورة كبيرة جدا نشوف برضو أرقام أليو ديانج اللي كان مساهم بشكل كبير أو أحد نجوم اللقاء مع الشناوي وأجيه طبعا لها بتسعين دي لمس القرى أربعة وسبعين مرة دق التمريرات واحد وتمانين واحد من عشر في المية الالتحامات الأرضية زي أجيه ستة من هداشر والالتحامات الهوائية واحد من اثنين عمل ستة تمريرات طولية صحيحة من أصل تسعة تمريرات طولية ارتكب أخطاء تلاتة حصل على خطائين استخلاص القرى أربعة وعشرين مرة وخلاص احنا اعتدنا الرقم ده من أليو ديانج في كل مباراة تقريبا بيكون الأعلى في الفرقين استخلاص القرى باستثناء أول تلسع أليو ديانج كان له دور كبير جدا 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 فيه خروج النتيجة وحفاظ النادي الأهلي على الفوز واحد سفر طبعا مع النجم الأول في المباراة محمد الشناوي لأن بالفعل تصدى الانفراد وقرات صعبة جدا كانت بتحفظ بقاء النادي الأهلي وبقاء فرصه في المجموعة وإن شاء الله يكون على نفس المستوى محمد الشناوي عامل موسم جيد نتمنى توفيد غدا مع بقية اللاعبين إن شاء الله حابين نقف عند نقطتين مهمين جدا ننتقل بهم لمباراة الهلال ولكن هم يخصوا النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر